اقتراب موعد جلسة السادس والعشرين من الشهر الحالي النيابية المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد لم تسر على ما يبدو من عجلة الحوارات بين الأطراف الفاعلين في الساحة السياسية العلاقة بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي لا تزال بعيدة عن الاتفاق النهائي لجهة تسمية الكتلة الأكثر عددا ومرشح رئاسة الحكومة فيما البيت الكردي المعني بمنصب رئاسة الجمهورية هو الآخر قد يحضر جلسة البرلمان منقسما بعد تصاعد حدة التنافس بين الحزبين التقليديين الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يكن هناك اتفاق بين البيت الكردي خصوصا بعد فتح الترشيح مرة أخرى وهذا فتح فرصة أخرى للاتحاد الديمقراطي الكردستاني أنه يدخل على خط ترشيح رئاسة الجمهورية لذلك التوافق فيما بينهما صعب لأن هناك كثير من الملفات عالقة بينهما تخوف الفرقاء السياسيين من خسارة الاستحقاق الانتخابي إذا وصل المشهد إلى مرحلة لا عودة دستوريا قد يدفع بالمختلفين إلى الاستعانة بالتوافق المشروط مرة أخرى ولسيما أن مرحلة كسر العظم لم يصل إليها الأقطاب السياسيون الرئيسيون أنا أعتقد أنه إذا صح القول انقسامات أو الاختلافات بين الطرفين انقسامات مشروعة تحتاج إلى ضغط من هنا وهناك من أجل الوصول إلى تفاهمات توقعاتي أنه في الأيام القريبة المقبلة سوف تكون هناك تفاهمات بين هذين الطرفين السيناريوهات المحتملة التي طرحها خبراء القانون إذا لم ينجح المشرعون في انتخاب رئيس للجمهورية ودخلت البلاد في المحاذير الدستورية تتمثل في تدخل القضاء مرة أخرى لتصويب المسار الدستوري واضحون أن أفاق الحل في العراق ما زالت مغفلة فالثلث المعطل الذي يمتلكه التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي بات يضع الكتل السياسية أمام عقبات تمنع حل الأزمة السياسية أو تدوير زواياها محمد الفهد بغداد الميادين